هو بعيد عن إنه نجم نجوم السينما والمصرح والتلفزيون المصري وفي الوطن العربي كمان بس هو كل البيوت المصرية بتحس إنه هو واحد من أفراد الأسرة بتاعتها وده يكفي يعني هو أصدق تعبير وتكسيد حي لما قولت من حبه ربه حب في خلقه نجم نجوم مصر والوطن العربي النجم الكبير قوي 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 من العالمين الجديدة لغاية أسوان كريبي عبدالعزيز حبيبي حبيبي إبراهيم ومش عارف أشكرك إزاي على المقدمة الحلوة دي ده دي حاجة بسيطة جدا بس فعلا مفيش بيت في مصر إلا ما بيحس إن كريبي عبدالعزيز واحد من أفراد الأسرة يدمها نعمة ويقدرنا ويقدرنا على المسئولية اللهم أمين يا رب شرف حبيبي تسلمني يا رب دايما أنا مش قوي كده يعني لا والله العظيم أعشان بنحبني والله بقول لك اللجواء والجواء وقلوب كل الناس يا رب يخليك وأهلا من سادة المشاهدين يا رب أهلا من سادة بداية خوف كريمة عبدالعزيز من المسرح وبعد 23 سنة من بعد حكيم عيون صح حاجة مباشرة مع الجمهور فيعني انتعرف لو المسرحية بتعرضها مئة يوم الخوف هو هو كل يوم مهما خبراته ومهما عبد السرين مهما زي رعيب كورة كده ينزل الماتش أول عشر دقايه بعدين يسخن جوه الماتش ياخد الفورمة ياخد الفورمة ويبكدي يسخن فلا يعني بس الحمد لله يا رب يعني الحمد لله هم لك الحمد بسم الله ما شاء الله أول ليلة عرض الدنيا زي الفل والناس ماشية مبسوطة ومجبور خطرها بالبلد الحمد لله وشرفونا ونورونا استقبال بقى الجمهور المصري بعد عرض المسرحية قبل كده في السعودية بس استقبال استقبال الجمهور المصري الكريم عبدالعزيز ومسرحية سندباد وبسم الله ما شاء الله والأرحال والأخوات إلا بالله المسرح كومبليه وثلاث يام محجوزين احساسك باستقبال الجمهور للرواية أولا أنا فرحان جدا أنا بعرض في بلدي وفرحان جدا بمهرجان العالمين للسنة التالتة التالتة التانية ناسف وكل سنة المهرجان بيتطار عن القابليه في كل شيء سواء في برنامج المهرجان في تجهيزات المسالح في الجرافيكس اللي بتحصل يعني أنا لسه متفرج على حفلة لحبيبي تامر حسني من أربع خمس ايام وطبعا كل الأسات حفلة حلوة جدا جدا فرحان إن أنا بعرض في بلدي وفرحان إن المهرجان كل سنة بيتطور وفرحان جدا كمان إن التحالف اللي حصل ما بين مصر والسعودية ما بين المتحدة وموسم الرياض وأنا في الآخر ده بيصب في مصلحة المشاهد العربي صحيح في الآخر كلها أنت بتقدم فن للعرب ففرحان بالتحالف فرحان ببلدي لأ سنة حالوة إن شاء الله التعاومة بين المتحدة وموسم الرياض هينتج عنه أعمال أكثر طبعا إن شاء الله الفطر اللي جاي وبعدين إنت في الآخر لما تبقى بلدين بالعلاقات دي وبالتاريخ ده ده في الآخر بيصب إنت يعني زي ما تجيب فرقتين وتعملهم فرقة أكيد المنتج هيبقى أكبر أكيد هيبقى أحلى في مصلحة المشاهد العربي سواء لمصر سواء لإخواتنا السعوديين فسعيد وفرحان ويا رب مصلح تاني بعد شوف يا الله يا رب